السلام عليكم اصدقائي اذا كنت صانع محتوى او طالب او ديزاينر او تعمل بالطباة عند الطلب او في احد المهنة التي تحتاج الى برامج ادوبي التي تحتاج الاشتراك ليصل الى 600 دولار سنويا او لديك طريق اخر وهو الشراء عن طريق اشخاص يبيعون الاميلات لكن من الممكن ان تتعرض للنصب او تقوم باتباع طريق اخر وهو تثبيت هذه البرامج بالكراك وهذا خطر عليك وعلى حاسوبك لكن في هذا الفيديو ان شاء الله لدي لك حل مجاني وقانوني وامكاني تحميل جميع البرامج مدى الحياة بطريقة رائعة وانا دائما استعملها من الموقع الرسمي لكرياتيف كلاود لأدوبي وبالمجان كما تشاهدون الان كل ما عليكم وهو اتباع طريقة كما ساشرحها الى النهاية وجميع الروابط التي سوف استعملها سوف اتركها في الوصف او في التعليق الاول المتبس لكن جزاكم الله خيرا ان تتبعوا الطريقة كما افعلها وانا لكي تنجح معكم الطريقة وتبقوا دائما مستفيدين بالمجان دون اي اشتراك واذا كنتم تشاهدون الان لأول مرة مرحبا بكم في قناتنا لا تنسوا اشتراك وتفعيل درس وتعليق واعجاب لكي ينتشر هذا المحتوى شكرا لكم لنتقل المباشرة الى الشرح اول خطوة سوف نقوم بفتح متصفح جديد لم يتم العمل عليه بالمرة نضغط على ثم نقوم باختيار لون ما ثم سوف نقوم باعطاء اسم كيفما كان مثلا سوف اقوم بكتابة هذا الاسم بهذا الشكل كيفما كان ثم اوكي وبالتالي هذا المتصفح جديد لم يتم العمل عليه بالمرة هذا الرابط سوف اتركوا لكم في الوصف او في اول تعليق هنا تظهر معك هذه الوجهة يقول لك هل انت من الشرق الاوسط وشمال افريقيا لا تضغط عليها اضغط على يونيتد ستايت سوف تعرفون لماذا هنا سوف يقول لك ان بامكانك الحصول على 14 يوم مجاني من الموقع الرسمي لأدوبي وللاستفادة من جميع البرامج الخاصة بأدوبي اضغط على ستار فري بهذا الشكل انتظر فقط قليلا يتوجه بك الى هذه الوجهة هنا سوف نقوم بملء هذه البيانات بيزنس ايميل مع رقم الهاتف مع زيب كود هذه البيانات سوف نقوم بملئها بطريقة اخرى سوف اريكم كيف الاستفادة من 14 يوم مجاني نذهب الى هذا الموقع ايضا سوف اتركه لكم في الوصف يقوم باعطائك ايميلات وهمية لكن تكون خاصة بك حيث يمكنك وضع انت ايميل خاص بك بطريقة رائعة اذا بالجانب سوف تجد اذا ضغطت عليها يمكنك اضافة ايميل خاص بك على غرار باقي المواقع الوهمية الذي يقومونهم باعطائك ايميلات ومن الممكن ان يقوموا ايضا باعطائه لشخص اخر مثلا هذا الايميل قمت بادخالي انا سوف اقوم باخذه اولا لكن لا تقوموا باقفال هذه الصفحة سوف نقوم او سوف نتلقى عليها اكوات تفعيل كما يحدث معنا في الايميلات العادية اتركها مفتوحة حتى ننتهي من المراحل اللاحقة هنا سوف اقوم بوضع البيزنس ايميل خاص بنا ثم هنا فرست نيم واللست نيم سوف اقوم بكتابة اي اسم ليس هناك شروط كيفما كان سواء الحقيقي او الوهمي او الذي تريد كاريم مادريد مثلا سوف اقوم بكتابة هذا الاسم لست نيم مادريد ثم سوف اقوم بكتابة كذلك بعدما انتهيت من لست نيم سوف اقوم بكتابة مثلا تيكنو بهذا الشكل تيكنو سوف اقوم بكتابتها بكل بساطة ثم سوف اقوم بتحديد سايز الخاص بي كومباني سوف اقوم بتحديد الخيار الاول من واحد الى تسعة ثم بعد ذلك سوف اتركه على يونيتد سيت ثم بعد ذلك سوف اذهب الى الجانب سوف اقوم باختيار الولاية احد الولايات الامريكية لكن اي ولاية قمت باختيارها قم بتذكورها لانني سوف احتجها في المرحلة اللاحقة سوف اريكم كيف لان من خلال الموقع اللاحق سوف اقوم بجلب زيب كود ورقم هاتف امريكي سوف يكون وهمي من موقع اخر وذلك لاتمام هذه البيانات وبالتالي سوف نحصل على ما نريد من ادوبي بالمجان لقد اخترنا اريزونا قم بتذكورها الان سوف اذهبوا بكم الى الموقع الموالي وهو هذا الموقع الذي يقوم باعطائك ايضا بيانات امريكية وهمية وهو معروف ايضا هنا في ستيت سوف نقوم باختيار اريزونا سوف اقوم بالبحث عليها كما قلت لكم سابقا اريزونا سوف اقوم بالبحث عليها هي في البداية اقوم بتحديدها ثم سوف اترك باقي البيانات لا يهم ثم نحن فقط يهمنا هو زيب كود ورقم الهاتف هذه البيانات التي اعطاني اياها وهمية يمكنكم مشاهدة باقي البيانات لكن لا تهمنا سوف اعود الى الاعلى ثم سوف اذهب الى الزيب كود هي هذه الارقام سوف اقوم بتحديد الزيب كود اولا هي هذه الارقام خمسة ارقام موجودة هنا سوف اقوم بنسخها عن طريق كابي ثم سوف اقوم بالذهب بها الى الموقع الاول خاص بنا ثم سوف اقوم بوضعها الان احتاج الى رقم هاتف الامريكي موجود ايضا ضمن البيانات وهو هذا الرقم الاخير موبيل اقوم باخله كذلك كابي ثم اعود الى الموقع الاول وبالتاليها قد تم انشاء او اتمام جميع البيانات الان الامر صراحة جيد اضغط على كونتيني بهذا الشكل انتظر قليلا الان يطلب منك ادخال رمز سري اذا شاهدتم الايميل هو الذي وضعنا موجود هنا الان ما يتبقى لنا سوى رمز سري قم بادخاله مكون من حرف كبيرة وحرف صغيرة والشفر كذلك وارقام لكي يقبل الرمز السري وقم بتذكره ايضا يكون متكون من تمانية كاركتر كما تشاهدون في التعليمات او اعدادات الخاصة بالرمز السري سوف اقوم بكتابته الان سوف تأتيني على ما تأكيد ان الرمز مقبول ثم سوف اضغط على كونتيني بكل سهولة وكل بساطة الان تم سوف انتظر قليلا هل سوف يتم قبولي في ادوبي سوف انتظر قليلا بعدما دغطت على كونتيني بتوجه به الى هذه الخطوة التانية كما تشاهدون يطلب مني ادخال فقط سنة الميلاد سوف اكتب اي سنة كيفما كانت سوف اترك باقي البيانات كما هي ثم كريز اكاونت الان سوف انتظر هل سوف يتم قبولي في برنامج او على ادوبي سوف انتظر قليلا بهذا الايميل وهذه المعلومات الان كما قلت لكم لم يتم قبولي الا بعد تلقي رسالة او كود تفعيل سوف اعود الى الموقع الاول الذي به الايميل كما قلت لكم هنا في بوات سوف تجد ان هناك اكود تفعيل سوف تأتيك عليها لذلك قلت لكم اتركوا هذا الموقع او لهذه الواجهة مفتوحة فقط عليك الدخول الى ثم قم باخذ الكود كما يحدث معنا على الايميلات العادية قم باكابي واخذها الى الموقع قم بلسقها هنا ثم سوف انتظر قليلا الان سوف انتظر الان هني ان لك لقد تم قبولك بهذا الايميل وهذه المعلومات على برنامج ادوبي او على موقع الرسمي الى ادوبي الان لديك امكانية الاستفادة من جبيع البرامج بهذا اليوم كما تشاهدون ستة عشرين جنوبي الفين واربعة عشرون الان سوف نحتاج لتتبيت برنامج كرياتيف كلاود لذلك سوف اتركوا لكم ايضا هذا الرابط في الاسفل قم بتجاوز والضغط على يونايتد ستيت بهذا الشكل ثم الضغط على دونالد كرياتيف كلاود من خلال هذا البرنامج سوف يتمكن لك تحميل جميع البرامج باخر اصدارات وقانوني وبدون خوف من كراك او اي شيء انتظر فقط قليلا حتى يتم التحميل في الاعلى بعدما يتم التحميل بهذا الشكل اضغط في الاعلى في مكان السهم ثم اضغط على ثم ابدأ بعملية التتبيت بهذا الشكل ثم بعد ذلك ينتقل بلا هذه الواجهة مبروكة عليك نحن في الخطوات الاخيرة نضغط على ثم انتظر فقط قليلا بهذه الطريقة على حسب النت الموجود لديك انتظر فقط قليلا الان سوف يطلبوا مني ادخال الايميل الخاصبي اعود الى الموقع الخاصبي اقوم باخد الايميل كابي ثم اقوم بوضعي هنا ثم اضغط على كونتيني بهذا الشكل ثم الان اضغط على كونتيني سوف اتلقى رسالة تفعيل اعود الى الموقع الخاصبي كذلك ثم سوف اقوم باخد الايميل او رسالة التفعيل الكود ثم سوف اقوم باخده بهذا الشكل ثم سوف اعود مرة اخرى الى برنامج كرياتيف كلاود ثم اقوم بادخال المدبس او رمز السري الخاصبي الذي قمت بادخاله في الايميل ثم كونتيني ثم مرة اخرى كونتيني كذلك يقوم بارسال لرسالة تفعيل مرة اخرى هذا فقط من اجل حماية الحساب الخاص بك الان يطلب مني ادخال رمز سري اخر على غرار الاول ثم يطلب مني تأكيده مرة اخرى سوف اقوم بادخاله ثم اعادته هنا ثم بعد ذلك سوف اضغط على متر اجور ثم كونتيني بهذا الشكل وهذه الخطوة الاخيرة تقريبا انتظر فقط قليلا ثم وهذه الخطوة قد تأخذ معكم بعد الوقت انا اخذت معي خمسة عشر دقيقة هذه البيانات يمكنك تحديدها او تجاوزها هذا على حسب النت فقط اذا كان لديك الانترنت جيد سوف يتم بكل سهولة وهذه هي الواجهة الرئيسية كما تشاهدون لموقع الرسمي وبشكل قانوني لأضو بك انك اشتركت بستمائة دولار للسنة ولكن هذه الخاصية فقط لاربعة عشر يوم فقط تستعمل مجانا جميع البرامج كما تشاهدون يمكنك تتبيتها انستالي اذا كنت قد قمت بتتبيت برنامج ما سابقا سوف تجد انه اوبن في الاعلى انا قمت بازل جميع البرامج لكي ابدأ معكم من البداية وهذه الخطوة او هذه الطريقة قمت باستعمالها منذ خمسة اشهر اقوم باستعمال هذه الطريقة فقط بايميلات وهمية مرتين في الشهر انا سوف اقوم مثلا بتتبيت فوتوشوب سوف اذهب الى فوتوشوب الى الاعلى انا هو الذي احتاجه بكثرة مع البريميوم او اقوم باستعمال على غراره كابكات صراحة اقوم بتتبيت فقط فوتوشوب سوف اذهب الى الاعلى اقوم بالضغط على فوتوشوب انستالي وبالتالي مثلا لنفترض انه انتهت معك اربعة عشر يوم خاصة بالمجان لبرنامج كرياتيف كلاود سوف اذهب فقط الى الاعلى مثلا سوف اذهب الى مكان الخاص بالحساب ثم سوف اقوم بالضغط على صدق ونكتة عندما تنتهي معك اربعة عشر يوم ثم سوف اعود وثم سوف اقوم بنفس الاجراء سوف اذهب الى الايميل الوهمي ثم سوف اقوم بالذهب الى الجانب ثم سوف اقوم بفتح حساب جديد اقوم بالضغط عليه ثم سوف اقوم بانشاء حساب جديد بنفس الطريقة التي قمنا بها ثم سوف اذهب الى موقع الموالي اقوم بجلب معلومات وهمية امريكية للموبايل وزيب كود ثم سوف أبدأ بإعداد إيميل جديد على برنامج كرياتيف ثم بعدما أقوم بإنشاء إيميل سوف أعود إلى برنامج كرياتيف كلاود ثم سوف أقوم بعمل سودي كونكتي أقوم بإضافة الإيميل الجديد بطريقة سهلة وبسيطة ثم سوف تبدأ معي 14 يوم جديدة للعمل على برامج الأدوبي بالمجان وبصيغاتها الجديدة وبإصدارات جديدة هذه الطريقة الصحيحة لسفادة من برامج بكل بسهولة أما إذا كنت سابقا مثلا إذا قمت بتثبيت أي برنامج مثلا فوتوشوب أو أي برنامج عندما تقوم بإعادة إيميل جديد لن تحتاج إلى تثبيته فقط سوف يقوم بإعادة الاستعمال الإيميل الجديد تلقائيا والبدء بالعمل بالبرامج التي كانت متبتة لن تقوم بتثبيتها أو أي شيء فقط ما عليك كل 14 يوم سوف تقوم بإعادة نفس الطريقة وجلب إيميل جديد بمعلومات أمريكية جديدة والعمل تلقائيا دون الحاجة أو دون استعمال برامج كراك ومخاطرة بالحسوب الخاص بك هناك بعض الدول العربية لكن أغلب الدول العربية تعمل بهذه الطريقة إذا لم تكن متوفرة في بلدكم مثلا أو أي بلد عربي مثلا ما عليكم سوى استعمال مثلا VPN بكل بسطة والاستفادة من هذه الطريقة بالمجان كذلك ليس من الشرط أن تتم هذه الخطوة على متصفح جوجل كروم يمكنك تستعمل أي متصفح آخر بسريطة أن يكون جديد وبدون إيميلات مسبقة تكون عملت عليه مثلا كما عملنا في البداية قمنا بفتح متصفح جديد وأخيرا وليس آخيرا إذا أعجبتكم فكرة اليوم والطريقة التي أستعملها لبرامج أدوبي لا تنسوا الاشتراك وتفعيل جرس وتعليق أراكم تيمون أنتقي في فيديو أخي إن شاء الله السلام عليكم